اكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أنه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي لأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعاد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإقامة يوم تعرفي في جميع المدارس الحكومية لأولياء الأمور فإن وزارة التربية والتعليم قد شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات سموه بحيث تصديف المدارس الحكومية الطلباء وأولياء أمورهم يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين لتاريخ الثاني والثالث من سبتمبر القادم وبين الوزير أن الوزارة ستعلن التفاصيل الخاصة بتنفيذ الأيام التعريفية والتي ستتضمن استقبال أولياء الأمور من قبل أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية وتقديم الشروحات اللازمة لهم عن أهم محطات العام الدراسي والتعريف بالمدارس وأنظمتها بالإضافة إلى استلام الملف التعريفي الخاص بكل طالب بما يتضمنه من محتويات مفيدة ومعلومات مهمة وقسائم مشتريات وعروض تسهم في إعانة أولياء الأمور على الوفاء بمتطلبات اللوازم المدرسية وعبر الوزير عن شكره وتقديره للتعاون المستمر الذي يبدي أولياء الأمور مع المؤسسات التعليمية في سبيل نجاح العام الدراسي كما أكد أهمية الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص في انطلاقة العام الدراسي الجديد بكل سهولة ويسر